أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم السبت 31 تموز القمر اليوم رح يستقر تماما في برج الثور طبعا رح يكون في فترة خلوب مسار زي ما ذكرنا في حلقة يوم الأمس القمر اليوم موجود في منزلة الثرية وهي جيدة وتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وأخفاء الأمور ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة وحدة و37 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها القمر طبعا لمنزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر الآن في آخر فتراته في برج الحمل فما رح نذكر تأثيراته الزاوية اللي رح تتشكل بعد قليل من بث هذه الحلقة هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لأنها بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية يعني بداية خلو المسار لأنها آخر زاوية خلال فترة وجود القمر في برج الحمل بعدها ببدأ خلو المسار اللي هو ما رح يكون مدة طويلة ومدة تقريبا بحدود الثلاثين دقيقة هو ببدأ الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء وبينتهي الساعة ثمانية وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينج هذا يعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين طبعا الساعة ثمانية وسبع دقائق القمر بنتقل وباستقر في برج الثور عشان هيك في هاي الفترة منتأثر من صفات برج الثور جميع الأبراج منشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا قل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت مثلا مثل مشاهدة تلفاز الاجتماع مع الأهل أشياء مثل هيك أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد انتهاء خلو المسار أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ رح تكون فيه تمام الساعة التسعة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بزيد من شجاعتنا ومن حماستنا وهذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون فيه تمام الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة صباحاً بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيات طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة وخمستعشر دقيقة بعد الظهر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة يعني نقدر نحكي عصراً من واجه مصاعب وعراقيل تطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض نهائياً بهذه الفترة بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة لآخر زاوية رح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون يعني بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة أربعة واربعين سبعة واربعين دقيقة مساءً بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر استقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اثنين ثمانية بيبدأ في تمام الساعة سبعة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جيرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحاً لينتقل بعديها القمر لا برج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة واربعين دقيقة مساءً بيصبح ثلاث وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية اليوم منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الحوت بدينتقل للثور طبعاً حكينا الانتقال ورح يستمر في برج الثور لغاية اثنين ثمانية منتحس بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم احداعش ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستاش ثمانية اليوم سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمستاش تسعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الدلوب يتراجح حتى يوم ثمنتاش عشر منتحس بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم احداعش عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمستاش في المية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أهمش انك ما تضيع الفرص حاول انك توظف طاقتك الذهنية وحاول انك انت يعني حاول توظف قدراتك البناء لوضع حد للتساؤلات والالتباسات يعني بتقدر تناقش بوضوح وتقنع اي شخص بوجهة نظرك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط حاول انك تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحدود قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع احد منافستك اطوي صفحة الماضي اليوم بترتفع عندك المعنويات مجددا لتكون هاي فترة ناشطة وواعدة لتطور جيد وحضور عالية طبعا تعتبر هاي من افضل فترات هذا الشهر برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها وبتخيب امالكم لسبب او لاخر حاول لا توقع على عقد ولا تحسم امر هاي فترة ضاغطة وفارغة من الطاقة والحظ فما تراهن على الحضوض نهائيا برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم بدك تحاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتاج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل على عمله بتحمل هاي الفترة نوع من انواع الضغوط على عدة اصعده وممكن تكون ايامك يعني من الايام المتوترة بتنتظرك اليوم مواجهة او ارتباط مهم ممكن يسبب لك شوية التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية قد ما بتقدر برج العذرة طبعا اليوم رح تنشطوا بشكل كبير ورح يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد او الاتصالات البعيدة مع اشخاص خارج البلاد حتى على مستوى الدراسة والامتحانات فهي فترة ممتازة ولكن لانه حسن القمر بنقولكم ما تعتمدوا كثير على الحظ بتزداد رغبتكم في التقرب او بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة ممكن ترغب بخوط تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او على ثقافة جديدة او على مجال ما وتعتبر من اجمل ايام الشهر برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد اهم اشي انك ما تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد هم بواجبك بشكل تام يعني ما تهمل اي شيء اليوم وحاول تضبط اعصابك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحافظ على هدوءك قدر الامكان ونبرد صوتك لانه القمر مقابلك تماما فهذا بيعمل لك شوي ضغوط بدك تحاذر من تأزيم اي خلافات حاول انه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل انتم قادرون على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن تلاحقك اليوم بعض الاتصالات وتكثر عندك المسؤوليات وخصوصا العائلية والمهنية نظم وقتك حاول ما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشك بنفسك يعني ممكن يكون في بعض الانشغالات الصحية برج الجدي بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بوسعكم ممارسة نشاط فني اهمش انكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انت اليوم على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الاجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتقدروا اليوم تعززوا الروابط العائلية حاول انك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام فيه نوع من انواع الضغط والمسؤوليات بتكون كبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بيجوز الفشل فيه الفترة هاي برضو بتحمل بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم بيكون عندكم نشاط عالي جدا وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر واليوم بتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم اشي انك ما تسكت حاول تسمع صوتك حاول تناقش بالاشياء اللي جواك بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي للإهمال او التقصير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة